أفادت مصادر لتلفزيون النهار أن لا نية للجزائر في تجديد عقد توريد الغاز لإسبانيا عبر الأنبوب الذي يعبر المغرب مضيفة أنه لا توجد أي محادثات مع الجانب الإسباني في هذا الشأن وأوضحت ذاته المصادر أن عقد التوريد عبر الأراضي المغربية ينتهي في 31 أكتوبر القادم مضيفة أن أمدادات الغاز مع إسبانيا ستكون عبر أنبوب مدغاز فقط الذي يربط ميناء بنصاف بألميريا الإسبانية ولا حاجة لتوريد الغاز عبر الأنبوب العابر للأراضي المغربية نحو إسبانيا وأكدت الجزائر التزامها بضمان الإمدادات وتغطية الطلب على الغاز الطبيعي نحو إسبانيا وأوروبا